بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاتي عزيزي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة وسيم رشاد وفيديو جديد كنت قد تطرقت في الفيديو السابق إلى كيفية إزالة الخلفيات من الصور بدون الاستعانة بأي برامج واليوم في هذا الفيديو سأريكم كيفية إزالة الخلفيات من الفيديوهات بدون تحميل أي برامج وبدون اللجوء إلى استعمال تقنية الشاشة الخضراء فنبدأ إذن على بركة الله إذن لإزالة الخلفيات من الفيديوهات أو تغيير هذه الخلفيات كما في الفيديو الذي تشاهدون أمامكم سنستعين بهذا الموقع موقع أنسكرين والذي سأترك لكم رابطه في صندوق الوصف ويقدم هذا الموقع خدمات بالمجان بالنسبة للفيديوهات التي لا تتعدى عشر ثواني وبالنسبة للفيديوهات التي تتجاوز هذه المدة فإن هذه الخدمة مدفوع عنها ويتم احتساب الثمن حسب قصر وطول مدة الفيديو نحن هنا في هذا الفيديو سنشرح كيفية إزالة خلفيات الفيديوهات أو تغييرها بالمجان ولفعل ذلك يجب عليكم الدخول إلى هذا الموقع موقع أنسكرين وبعد التسجيل فيه بإمكانكم استخدامه بالمجان كما ترون هنا وسيقوم هذا البرنامج أو هذا الموقع بشكل تلقائي بإزالة الخلفيات من فيديوهاتكم أو تغييرها دون الحاجة إلى الاستعانة بالشاشة الخضراء وكما سبقا قلت فإن الخدمة المجانية تقتصر فقط على الفيديوهات التي لا تتعدى عشر ثواني وللقيم بذلك نقوم بالضغط على upload clip من هنا ننقر هنا لإحضار الفيديو الذي نود إزالة خلفيته ننقر هنا لإحضار الفيديو أنا كنت قد أهددت مسبقا فيديو لا تتعدى مدته عشر ثواني هذا هو الفيديو الذي أمامكم سنقوم بإحضاره إلى هذا الموقع لإزالة خلفيته ننقر عليه فيبدأ الموقع بإزالة الخلفية من هذا الفيديو كما تشاهدون وهذه العملية قد تستغرق بعض الثواني أو بعض الدقائق حسب سرعة الإنترنت عندكم وصديب هذا الإنترنت هنا لدينا التحميل على وشك الانتهاء انتهت عملية التحميل إذن هذا هو الفيديو الذي قمنا بإزالة خلفيته ننقر هنا على original لمشاهدة الفيديو الأصلي إذن هذا هو الفيديو الأصلي وبعد إزالة الخلفية ظهر هكذا ننقر هنا على removed background غير أن هذه الخدمة المجانية لديها عدة نواقص وعدة عيوب ومن بين هذه النواقص أن هذه الخدمة تقتصر على الفيديوهات التي لا تتعدى مدتها عشر ثواني وأن هذه الخدمة تزيل الصوت من الفيديوهات كما أن استخراج الفيديو بعد إزالة خلفيته أو تغييره لا يخرج في صيغة MP4 بل لاستخراجه في صيغة MP4 يجب عليكم استخدام انسكرين برو وانسكرين برو يقدم خدمات مدفعة غير أن هذه الخدمة المجانية تقدم خدمات تغيير الخلفية من هنا من change background ننقر هنا ونجد في هذا الموقع عدة خلفيات وبإمكاننا اختيار أحدها مثلا بإمكاننا اختيار هذه الخلفية أو هذه مثلا أو هذه أو هذه لدينا هنا عدة خلفيات وبإمكاننا أيضا اختيار لون الخلفية بالضغط هنا على color ننقر هنا في أحد الألوان لاختيار اللون الذي نريده أو جعل الخلفية تبدو كصورة ننقر هنا على image والموقع يوفر لنا عدة صور لتغيير خلفية هذا الفيديو غير أنه بإمكاننا تحميل خلفية الفيديو من الفيديوهات الموجودة عندنا في الحاسوب أو الصور الموجودة عندنا في الحاسوب سأنقر هنا لإحضار فيديو لتغيير هذه الخلفية ننقر هنا ندي هنا هذا الفيديو وهذا الفيديو يحتوي على الصوت صوت الموسيقى ننقر عليه إذن كما ترون تم تغيير خلفية هذا الفيديو من خلال تحميل الفيديو من الفيديوهات الموجودة عندنا في الحاسوب وبإمكاننا تحميل هذا الفيديو من هنا من download بالنقر هنا على download أو بالنقر هنا لاختيار الصغة التي نود تحميل هذا الفيديو بها صغة gif أو animated pnj أو single frames ننقر هنا على download لتحميل صغة gif وتبدأ عملية التحميل أو ما يسمى ب rendering أو exporting وهذه العمليات تطلب بعد الوقت وذلك حسب سرعة الأنترنت لديكم وصبيبها سنعود بعد انتهاء عملية الاستخراج لنتمم هذا الشرح إذن انتهت عملية تحميل أو استخراج هذا الفيديو الذي قمنا بتغيير خلفيته سننقر هنا لإيجاد المكان الذي حفظ في هذا الفيديو ننقر هنا ثم ننقر على افشيد ندوسي اي اظهار في الملف ننقر عليها إذا هذا هو الفيديو الذي قمنا بإزالة خلفيته وتغييرها بخلفية أخرى إلا أن هذا الفيديو كما تشاهدون لا يوجد في صيغ من صيغ الفيديوهات المعروفة كmp4 وavi وغيرها ولكن لا تقلقوا لتحويل هذا الفيديو الذي يوجد في صيغة gif إلى صيغة mp4 أو avi سنستعين ببرنامج format factory وهو برنامج مجاني سنقوم معنا بتحميله لأريكم كيف يمكن تحميل هذا البرنامج المجاني الذي يغير صيغة الفيديو من صيغة إلى أخرى نفتح صفحة جديدة في جوجل ثم نكتب هنا في محرك البحث format factory نضيع هنا مكتوبة ثم بعد ذلك بإمكاننا أن نقر هنا على رابط الموقع من هنا أو فقط ننقر هنا على download أو تحميل أو تحميل ننقر هنا على تحميل هذا البرنامج ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا ونحمل البرنامج من هنا في الصيغة الجديدة من هنا من تلش أرجع أو download وكما ترون بدأت عملية التحميل وستنتهي خلال بضع ثواني انتهت عملية التحميل إذن سننقر هنا لإظهار البرنامج ولمتابعة عملية تنصيب وتثبيت هذا البرنامج على الحاسوب ننقر هنا على إظهار في الملف ثم بعد ذلك هذا هو البرنامج سننقر عليه لإتمام عملية التثبيت ثم بعد ذلك ننقر على نعم ثم بعد ذلك على نعم بدأت عملية التنصيب وتثبيت هذا البرنامج ثم بعد ذلك ننقر هنا على next ثم بعد ذلك ننقر هنا على next ونوافق على هذه الشروط ثم بعد ذلك ننقر على next ثم على accept موافقة هنا سأنقر على decline أي رفض هذا البرنامج تحميل برنامج Avast مع برنامج format factory أنا أريد فقط تحميل format factory إذن سأنقر هنا على decline أي الرفض وبدأت عملية تثبيت هذا البرنامج في الحاسوب وستنتهي بعد بضع ثواني سأختار هنا I prefer limit the use أي استعمال محدد سأنقر هنا على هذه الخاصية فتستمر عملية التثبيت وبذلك انتهت عملية التثبيت سأنقر هنا على finish أو إنهاء فيفتح هذا البرنامج مباشرة ويمكن استعماله وهذه هي واجهة برنامج format factory سنقوم بتحويل ذلك الفيديو الذي كنا نشتغل عليه إلى صيغة مثلا صيغة وبإمكاني نتحويلها إلى صيغة أو أي صيغة أخرى سنقوم بالضغط هنا على ثم نقوم بالضغط هنا أي إضافة ملفات ثم نحضر ذلك الفيديو الذي كنا نشتغل عليه من هنا من إذن هذا هو الفيديو ننقر عليه مرتين ثم بعد ذلك ننقر على OK ثم بعد ذلك ننقر على دماغ أو start أو بدء عملية التحويل أو تغيير صيغة الفيديو من صيغة GIF إلى صيغة ABI ننقر هنا وتبدأ عملية التحويل وتنتهي بعد بضاء ثوانين وبذلك انتهت عملية التحويل سننقر هنا لإيجاد الفيديو الذي قمنا بتغيير صيغته ننقر هنا على إذن هذا هو الفيديو الذي قمنا بتغيير خلفيته وبتغيير صيغة إلى صيغة ABI ننقر عليه هنا لنرى نختار وسيلة قراءة هذا الفيديو من هنا من Windows Media مثلا وستجدون ووسائل أخرى لقراءة هذا الفيديو ننقر عليه ننقر هنا ثم بعد ذلك على إنهاء وكما تشاهدون هذا هو الفيديو الذي قمنا بالاشتغال عليه إلا أنه كما قلت البرنامج يحدث الصوت ولإرجاع صوت هذا الفيديو سنستعين ببرامج أخرى كبرنامج فيلم أو برنامج كامتازيا ستوديو أنا لدي هنا كامتازيا ستوديو وللقيام بذلك بإدخال الصوت إلى هذا الفيديو سأنقر هنا لإحضار الفيديو الأصل الذي يوجد به الصوت من Import Media يوجده على سطح المكتب هنا في المكتب بغو هذا هو الفيديو أنزله قليلا إلى هنا لأفصل الصورة عن الصوت أضغط بالزر اليوم على الفأرة ثم بعد ذلك أنقر هنا على Separate Audio and Video أي فصل الصوت عن الصورة سأزيل الصورة ثم أحتفظ بالصوت Delete إزالة الصورة نحتفظ بالصوت لدينا هنا الصوت ثم سأقوم بإحضار الفيديو الذي قمنا بالاشتغال عليه نقر هنا على زائد ثم على Import Media ثم ندي هنا الفيديو الذي كنا نشتغل عليه على Disk Local D هنا في هذا الملف فأنقر عليه ثم أحضر هذا الفيديو أنزل قليلا هذا الصوت إلى هنا ثم أحضر هذا الفيديو إلى هنا سأقوم بتكبير الفيديو شيئا ما ثم سأقوم وأقوم بتقطيع الصوت لأنني أحتاج فقط إلى مدة عشر ثواني هي مدة الفيديو نقطع من هنا الصوت ثم نزيل من هنا ثم نشغل لنستمع إلى الفيديو ونشاهده كما ترون وهنا سأضبط حجم الفيديو من هنا وبإمكاننا التخلص من الواتر معك هكذا ندي الواتر معك والعلامة المائية وبإمكاننا التخلص منها بإنزال الفيديو قليلا إلى تحت هكذا ثم نقوم بالتشغيل ثم كما ترون وبعد ذلك بإمكاننا استخراج هذا الفيديو الذي تشاهدون أمامكم من هنا من خلال البرنامج الذي اشتغلتم عليه سواء في المورا أو من خلال أي برنامج ونضغط هنا لاستخراج هذا الفيديو في صغته الأخيرة وفي الأخير أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة لتشجيعنا على المزيد وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله